اشتركوا في القناة برنامجي كنت متميز من نجاح إلى آخر الله يسلم بمحمد الأحداث على الصعيد المحلي ساخنة راح أحاول قد المستطاع في هذا اللقاء أن أتوقف عند أبرز هذه الأحداث خلال الأسابيع القليلة الماضية خصوصا بعد الانتخابات الأخيرة انتخابات 2020 لكن قبل ما نتكلم عن المجلس الحالي بيستحضر كلام لك كان في سبتمبر الماضي ذكرت فيه غريب أمر من يقولون جربنا المقاطعة ماذا استفدنا عن أي مقاطعة يتحدثون والانتخابات الأخيرة حققت نسبة مشاركة قياسية كنت تتحدث عن 2016 وشهدت عودة السواد الأعظم من المقاطعين والمعارضين للترشح متى يستوعبون بأن مسألة الإصلاح من الداخل وفق قواعد السلطة كذبة هي من ابتدعتها ليستمر العذف نعم الإصلاح من الداخل كذبة؟ نعم يعني نحن نكذب على نفسنا تنهونها ما حد يكذب علينا يعني في البدايات كذبوا علينا لكن الآن نحن نحن نكذب على نفسنا لأنه مسألة الإصلاح من الداخل وإن توافرت النواية الحسنة والإرادة لكن الإصلاح يحتاج توافق إرادتين إرادتك وإرادة اللي أمامك ونتحدث عن السلطة هذه الإرادة إلى الآن مفقودة أنا ما أشكك إرادة الإصلاح نعم لدى السلطة أنا نشكك في النواية الحسنة لمن ذهب وإدلا بصوته وتكبد عناء البهاب حتى خصوصا للإنطارات الخيرة في ظروف كورونا والأحوال الجوية السيئة وغيرها ولا أشكك بالنواية الحسنة وإرادة الإصلاح لدى الكثير من خاضر الانتخابات وعدد كبير أيضا من من توفق ونال على تيقة الشعب الكويتي أبدا لا أشكك لكن مثل ما قلت لك الإصلاح بحاجة إلى إرادة من الطرف الآخر أيضا مو بس إرادة كنت وإلا لا يمكن أن يتحقق هي معادلة تحتاج إلى توازن توازن مفقود كاليوم تريد إصلاح اللي أمامك ميدي هو يتحكم بخيوط اللعبة هو من يسير العمل البرلماني والعامل السياسي في الكويتي كما يريد وتعتقد بأنك باستطاعتك في ظل هذه الظروف والمقطيات اللي أمامك اللي ما هي إيجابية أن تحقق شيء ما ممكن طيب في البدايات كان ممكن هذا الموضوع يكون موضوع جدلي لكن بعد تكرار التجربة موضوع الإصلاح من الداخل في ظل الصوت الواحد وتغطرس السلطة البدايات كان ممكن موضوع جدلي فنجرب بس ما ممكن أنت بعد تكرار التجربة التجربة الرابعة لانا بعد تكرار التجربة ودقول لا أنت ما عندك سلفة أنا عندي سلفة لا أنت لي ما عندك سلفة لأنه أن تكرر التجربة أكثر من مرة بذات الأدوات وبنفس الظروف وتتوقع نتائج مختلفة فهذه سدعجة ما بيأقول حجوة ثانية لذلك مسألة الإصلاح اللي الآن حتى عنا المقاطعين وأنا شخصيا بدأت يعني أشعر بأن حتى مطالبنا اللي كانت في البداية في 2002 أنه بمجرد أنه يسقط مرسوم الإرادة الفردية الصوت الواحد المطالب اللي كانت تقريبا تتمحور حول مسألة تعديل فقط نظام انتخابي تعديل النظام الانتخابي فقط تبدلت لمطالب طبعا لهي مولحي ترى إذا تذكر أخي أمار في لقاء معك أنت شخصيا تشرفت فيه قبل سنوات في برنامجك تحت المجهر قلت نفس الكلام قلت أنا في البدايات قلت لن أخوض الانتخابات طالما استمر مرسوم الضرورة طائما مرسوم الإرادة الفردية لأنه نعتقد بأن هذا المرسوم افتأت على إرادتي وإرادة الشعب الكويتي عدى النظام أنا مكان لي رأي فيه لكني الآن أقول بأن الإصلاح السياسي في الكويت وخلق حالة من الاستقرار إحنا مشكلتنا في الكويت ما عندنا استقرار سياسي خصوصا في العمل البرناماني الحكومي وحل هذه المشكلة مو بس بتعديل النظام يمكن تعديل النظام التصويت في البطاقة المدنية إنشاء مفوضية أو هيئة علية الانتخابات هذا مدخل للأصلاح ولن أقول باب سأقول نافذة يعني الإصلاح يحتاج عمل كبير تحتاج تشريعات في اللقاء يعني بعدين راح أتوقف عن جزئية رؤيتك للإصلاح لأن دائما الناس تقول طيب أنتوا دائما تنتقدون دائما أنتوا سلبيين شنو رؤيتكم للإصلاح أو أتوقف عن هذا الموضوع إن شاء الله في نهاية اللقاء معاكم محمد القصد من هذه التغريدة تغريدة الإصلاح من الداخل أريد للناس الطيبة أن تنتبه بأن الوقت يسرقنا ما عد فيه عندنا وقت أنه نحسن النوايا أكثر وأنه يعني نكون طيبين ونعتقد بأنه في ظل هذه الظروف و بنفس المعطيات من الممكن أن نعيد الأمور إلى نصابها الصحيح والطبيعي لا العملية أكبر عملية يعني أساس العملية هي أن تتوافر إرادة الأصلاح لدى الطرف الآخر حكومة و سلطة و غيرها و هذه ما هي موجودة مو أنا أقول أنا أعتقد حتى المواطن العادي اللي حتى ثقافت السياسية محدودة ويراقب الوضع آلا تماما من ممارسات الحكومة ومن طريقة تشكيل الحكومات و إلى غيرها إرادة الصلاح غير متوفرة طيب خلنا نعرج على الحدث الأهم خلال الفترة الأخيرة بالكويت يتعلق بانتخابات مجلس الأمة قراتك بشكل سريع لنتائج هذه الانتخابات خصوصا أنه مجلس 2020 جاء بعد مجلس 2016 اللي يكمل مدة الدستورية لمدة أربع سنوات أول مجلس 20 سنة تقريبا وهذه علتنا ما علتنا الأساسية لما أقول لك أنا أصلاح أكبر تصور إحنا من 20 سنة ما في مجلس راح تكمل هذا هو المجلس وكمل بطلعة الروح ترى كل حاطي دي على قلب يعني يكمل ولا ما يكمل شوف أنا من 2012 وأنا ما أعول كثير على قصة المخرجات ليس تقليلا من قيمة من يصل إلى البرلمان لا بالأجس في ناس وطنيين وصحاب يعني طرح رائع ولا نشكك حتى فيهم وفي قدراتهم لكن قلت لك المشكلة في السستنت النظام مع ذلك الانطباع الأولي لمخرجات هذه الانتخابات بالنسبة لي كان مفرح مو لأن زيد واللعبيد وصت أبدا لأن الشعب الكويتي وصر رسالة يعني أعتقد يجب أن تقرأ بهذا الشكل الرسالة له غضب هذه المخرجات مخرجات غضب وتسأل أي كويتي يقولك أنا ما فرحت بالأسماء التي نجحت أنا فرحت بالأسماء التي لم توفق اللي سقطت تصور هل ترى انطباع الناس إيش معنى هذه رسالة غضب على السلطة ومن كان يتبع السلطة وقال السلطة أن تقراها ونعتقد اللي حد ما قرأتها صحي أو لا تريد أن تقرأ أصلا ما قرأت الرسالة أنا ما نحتي الآن فلان زين وفلان شين هل عندي تحفظ على كثير من من نجحوا يعني من جانب الفكري من جانب الايدوليجي لا أحلى قلنا نتكلم بسيحن بإطار العام لكن بشكل عام لا المخرجات كانت رسالة غضب شديدة للسلطة وصلت الرسالة صلت بس مقرتها أو ما فهمتها أو متى بتقراها أو متى بتفهمها لا أعلم لأنه كل ممارسة السلطة بعد الانتخابات لا توحي بأن السلطة قد قرأت الرسالة بشكل صحيح هذا راح أتكلم عنها بعد شوية لكن قبل أن نوصل لحق تحديدا يمكن قضية تشكيل رأيك أيضا بما نتكلم عن رأيك في مخرجات الانتخابات الأخيرة راح أسألك عن رأيك في التشكيل الحكومي الجديد لكن قبل التشكيل الحكومي الاجتماعات التنسيقية اللي كانت تجري لكتلة ما كان يسمى في ذلك الوقت بمجموعة الـ 42 تقريبا نائب اللي كانوا يجتمعون اجتماعات تنسيقية 40 أو 42 الثنين هذه اللي أعلنهم وعلنهم فوق البيع أصلا اللي كانوا يجتمعون أوكي الأربعين يعني هي 40 أو 42 ما راح تفرق زالي بس هذه الاجتماعات التنسيقية تقريبا كان يعني المحور الأساسي لها عملية توافق المجموعة هذه لمسألة اختيار رئيس مجلس الأمة صار فيه إشكال اطرح البعض في الجانب الدستوري أن هل يجوز عقد مثل هذه الاجتماعات خارج قاعة عبدالله السالم أو خارج مبنى مجلس الأمة لاختيار رئيس مجلس الأمة البعض أيد البعض عارض صغلح الملة شنه راية فيه الموضوع لا أنا رأيي لأنا كتبته بتغريدة يعني هذه الممارسة أو هذا التقليد باجتماع النواب للتنسيق ما هو جديد قديم وسابق ما نحكي عن عقود ما نحكي عن سنوات وحتى في تغريدتي قلت أنا أحد النواب اللي تشرفت باستضافة لأحد الاجتماعات في ديواني في أول مجلس أنا أخذ الانتخابات فيه ويشرفوني أهل الكويت بالوصول له في آم 2008 بس طبعا الغرض من الاجتماع لم يكن فقط تزكية أو رئيس أو اتفاق على رئيس لا كانت الأجندة طويلة كان أحد بنودها ومقترح الاتفاق على رئيس توافقي بشرط ابتعاد العم أحمد السعدون والعم الله يرحمه جاسب الغرفي كان مشروط بابتعاده مثني هذا اللي صار في أي سنة؟ بـ 2008 عندي بالديوان في شرق كان الأساس من الاجتماع هو التعارف أولا حف الغداء تعارف سوينا في الديوان لزملاء النواب الاتفاق على أولويات وتم الاتفاق على أولويات الاتفاق على إلزام الحكومة بتقديم برنامج عملها وحددنا لها موعد وإن لم تلتزم الحكومة بتقديم البرنامج بهذا الموعد سنقاطع الجلسات والتزمة الحكومة طبعا مجلسنا عدتها بعد حل وبالتالي الخبات كانت في شهر خمسة ودعشين على الميزانيات فقل لهم ماشي احنا بنعطيكم متسع من الوقت تمفروض تقدمون الآن بس ماكوا جلسات فلن يعني نجحنا اجتماعنا يمكن هو مضى لمجل السنة لا لا هذا طوض 2008 عشر شهور عفوا عشر شهور مزعيل بالضبط اجتمعنا يمكن ثلاث أربع اجتماعات بعدين ندشين بالأطلة البرلمانية الصيفية احنا قل لهم ماشي احنا هالثلاث أربع اجتماعات يفترض أن تقدمون يعني برنامج عملكم لكن حنا بنعطيكم إلى أول جلسة من دور الانعقاد بعد العطلة أول جلسة بعد العطلة فتاح دور الانعقاد سنحضرها احتراما لسمو الأمير لم يكن هناك برنامج بعد خروج سنخرج من الرقاعة ونقاطع الجلسة وأعلناها وأنا طبعا بصفتي مستضيف الاجتماع أنا لتحدث في الموضوع للصحافة وبوجودة حتى نشرتها طيب فأنت قاعد تؤكد من خلال الاستشهاد بهذا الحدث اللي صار في 2008 وأنه عرف كان يجري وصار في 92 لما صارت بين العم وابد العزيز احمد السعدون والأخي الكبير مبارك دويلا وانحلت في الديوان وفي الثمانينات فأنت قاعد تقول أنه صار عرف هذا يعني ببوض ضرورة أنه عرف أجبرك أو في حوال أن تتفق مع الرأي القائل بأن هذا الأمر يجب أن يتم معنى أنا أشوفه مستحسن خصوصا في ترتيب الأولويات والاتفاق لا هو السؤال هل في مانع دستوري أبدا 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 إذا كلام الدكتور محمد الفيلي الخبير الدستوري الذي ذكر بأن اجتماع النواب لاختيار الرئيس قصيدة أولها كفر يعني أنا الدكتور محمد الفيلي أقدره تقدير كبير وبالمناسبة هو كان يعني مرجع بالنسبة لي عندما كنتنا نائبا وحتى عندما قاطعت الانتخابات وخارج المجلس يعني لما أتورط في مسألة دستورية أتصل في الدكتور محمد الفيلي وهو أعلم يعني مدع تقديري له وشخصي يعني هامة من هامة الفقه الدستوري في الكويت هو أبو غيري لكن أعتقد بهذه لم يوفق لم يوفق والدليل أنه لم يستدل حتى على نصا دستوريا يستمدع له وكان رأيا مطلقا شي بيقال أنه هذا أول قصيدة كيف الكفر في الموضوع قول أنا ما يعجبني لأنا لا اتفق مع هذا السلوك أن يجتمع النواب ومنسق وغير لا قول هذا الكلام لكن لا تربطه بالدستور ولا تسبق عليه صبقة المخالفة الدستورية لأنه ما هو مخالفة دستورية يبقى فيه آراء تحترم ما تأيد هو آراء تحترم ترى بها من الضرورة للنواب أن يجتمعوا وقلت لك خصوصا وأنا أقول لك خصوصا إن كان الاجتماع الغرض منه هو ترتيب الأولويات والاتفاق عليها يعني مسألة الرئاسة مطروحة وليس غلط أن تترحي لكن لا تكون الهم والبطلب الأساسي والغرض الأساسي والغاية الأساسي لا تكون مجموعة من القضايا التي تفقونا عليها وقال لك هذه صارت أنا شاركت فيها طبعا بالمجلس الذي بعده 2009 ما صارت لأنه كانت تزكية لا كان فيه مرشح رئاسة أصلا كانت تزكية للأم جاسم الخلاف الله رحمه خلنا إذن قبل ما فما هي بدعك أنا اللي أقول إنما هي بدعك ولا لها علاقة بأي مخالفة دستورية قبل ما نروح للجلسة الافتتاحية بشكل سريع رأيك بالتشكيل الحكومي في تغيير ما في تغيير هذا سيفو وهذه خلاجينة لا خلاجينة بعد اعتقد وايد يعني أصلاح منظرها يعني مقزز بشكل التغيير اللي صاري أولا إذا بنناقش يعني فكرة التغيير لازم نقول ليش التغيير أي رئيس وزراء يكلف دمع يشكل حكومتي يضع معايير للاختيار أو المعايير مرتبطة بالمهمة المنطبة بالحكومة بمعنى في حالة حرب لما تشكل حكومة غير في حالة السلم عندما تمر بأزمات معينة تشكل حكومتك ويسمونها حكومة أزمة اليوم على سبيل المثال نعيش وضع اقتصاعدية خطير جدا يعطينا العام صفر ببركات الحكومة هذه والاسم اللي قبلها صفر صفر أنا ما بالغ ما في قرش ما في متليك بالاحتيارة العام الحكومة التي تورطها وتبي دين عام بعشرين مليار يطلع رئيس الوزراء يقول أنا دبرت أربعة مليار مدري مني نيابها يطلع وزن المالي السابق يقول احنا ما عندنا ندفع رواتب يعني وضع خررة وضع مسهل طبعا هذا بسبب سوء الإدارة مو ضعف مركزنا المال يحنا اقتصادنا متين ويفترض مركز المال مشكلة سوء الإدارة الآن في ظل هذه الظروف أنت كرئيس وزراء مكلف من سمو الأمير السبغة اللي يفترض أن تصبغ فيها حكومة تكشين اقتصادية أنا لو أكلف من سمو الأمير أتشرف بتكليف سمو الأمير أول شخصية على بالي في هذه الظروف شخصية مثل جاسم السعدون مثلا هذا الاقتصادي الكبير ها وغيرها طبعا من الاقتصادية لا لا هذه نفس نفس طريقة التشكيل ونفس نفس الأخطاء ونفس التخبط والتعامل مع الوضع العام ما تشفت أي تغيير في مسألة النهج الحكومي في التشكيل أبدا كلنا إحنا وأنت أعتقد سمعتوا كل الكويتيون اللي شاهدون بالتأكيد سمعتوا حكومة لقبل قطل من 24 ساعة من قسمها أمام سمو الأمير يدورون وزارة إذا كنت تقول على وزارة بالليل تعال تبي حكومة عشان باتر نقسم أمام الأمير ذمتك هذه حكومة من الممكن أن تعطيني أمل بأن مستقبلنا أفضل رح يكون رح تقدر تتعامل مع مشكلاتنا على رأسه قضية الأصلح السياسي والأصلح الاقتصادي أصلح العملية التعليمية هذه المشاكل المزمنة للينا عايشنا هذه حكومة ما بتعاملها مو بس الحكومة ناسف حتى ما أظلم يعني هو ظلم نفسه أصلا صباح الخالب بس حتى ما أظلم ما بعد زيادة لأن كل الحكومات السابقة تتشكل بنفس الطريقة هذه الحكومات وهذه العقلية اللي تشكل الحكومات ما ممكن ما ممكن تصلح تصلح وضعنا ولا يمكن أبدا أن تبني بلد مستحيل يا رجل حصى متطاير في الشوارع صار لنا سبع سنين ما احنا عارفين نتعامل معه شلون بنعالج اقتلالات الاقتصاد شلون بنطور عملية التعليمية حصى شوارع من 2013 من ابتدأ إلى اليوم كم وزير مرأة الأشغال كم رئيس حكومة رئيشين خمس وزارة حصى ما عارفين تعاملوا معه هاي العالج اقتلالات الاقتصاد هاي هذا اللي بيصلح كل الأخطاء الماضي وبيبني من يديد مصيبة احنا في وضع كارثي خير لذا لقد قلت لك ما يعني ما ودي أظهر بمظهر المتشاعن وضيق خلق الناس بس يعني التفاؤل بدون ليكون أمامك معطيار تدعوك للتفاؤل حسى ذاجع وأنا مش عائف حتى المشكلة وين مشكلة أحيانا لما تكون أنت غير قادر وضعيف تبدي حسنية احنا مشكلتنا اللي أمامنا غير قادر وضعيف ويكابر ويدعي بأنه قادر ويدعي بأنه هو اللي من الممكن أن يقود عملية الإصلاح اللي هو منه لا صباح الخالد حكومته صباح الخالد مشارك في كل قضايا الفسعاد صلى 14 سنة من بدأ وزير إلى نائب رئيس ميت الزراء إلى نائب أول إلى نائب رئيس ميت الزراء إلى نائب أول مرة أخرى إلى رئيس حكومة وهذه ثاني حكومة يشكلها صباح الخالد الأخ بو خالد المحترم جدا على مستوى الشخصي أنا قدر أحترم لكننا نتكلم عن أداء أكثر رئيس حكومة كانت عندها فرصة للتفكير بروية حتى يشكل حكومة على مستوى الأحداث اللي عايشينها تقصد الحكومة الأخيرة حالية هذه ليش لأن أول رئيس حكومة يكلف ويقولوا له ترى أنت بعد سنة ما انتهي حكومتك فكان عندها سنة يعني بعض الناس أنا ما عذرتها لأنهم مشاركة كل خنابيج الحكومة كان رأس كان عمود ومع ذلك فهو شريك لكن كرئيس وزراء جديد كانت في ناس عذرته الرجل يعني بعد ما نشى الشيخ جابر الببارك أتى وكلف على وجه السرعة ودع جاله ويعلم أنه ما أمام إلا سنة وبالتالي هذه حكومة تعتبر كحكومة تصريف عاجل من الأمور وإن كانت المدة سنة طيب باقي الوقت عذرناك الآن شنو أدرك كان عندك سنة تستعرض أسماء وتقابل ناس هذه الحكومة هي حكومة قديمة جديدة ترى ما أكو شيء شيء لفلان حط فلان لا أرد فلان يبقى فلان فأنت ما ترى أي تغيير أربع وزراء إلى خمسة ردوا طيب أربع ما يخمس وزراء استمروا وهو مستمر شبق عندنا وجه وجهين أو ثلاثة بالكثير هم وجوه جديدة وأنا ترى يعني لا يفهم من كلامي بأني أشكك في قدرة كل الوزراء في وزراء متميزين وأنا شخصيا في أسماء ما كنت أتمنى هنت أدخل في التشكيل الحالي حرام مثل ما كثير من الوزراء دخلوا في تشكيلات سابقة تحسفت عليهم لا حتى ميزا لحد هل نقوله فلان زين وفلان شي طيب خلنا نكسب الوقت معاكم محمد الروح حق الجلسة الافتتاحية كثير من الأحداث كان في الجلسة الافتتاحية اللي صارت شنو أبرز حدث لفت انتباه ونظر صالح المل الجلسة الافتتاحية هي كلاك حالة ملفتة بس انتبه تختار لي حدث معين تبه توقف عندها لا طبعا وبكل تجرد هناك ممارسات حدثت في الجلسة الافتتاحية نعتقد خارج إطار اللاعح والدستور وعراف وتقاليد مجلس الأمة مسئلة الممارسات اللي حدثت من الجمهور اللي حاضر بدءا من أصلا عدم دعوة الأمانة العامة للوزراء والنواب السابقين وهذه سابقة أول مرة تحدث بحجة الظروف الصحية والتعليمات الجهات الصحية واكتشفنا بأن قاعة عبدالله السعلم تحولت إلى ملعبكرة قدم أنت يعني مو معقول بقول لي أنا ما دعيتك يا أب مع أن أنا ما تفرق معي أنا عم ربحة ما حضرت تأتيني الدعوة هل مر ياتك دعوة؟ هل مر ياتني ومو بس أنا تصلوا فيني عمام كبار نواب سابقين كبار بالسن وبالمقام سألوني صالح لأنا ما آتهم دعوة يعاتكم دعوة لكن تقول لي لا عني ما يعات بس يعني ترى أنت مو مقصود ترى كلنا مقصودين وكلنا مياتنا استفسرت من الأمين العام برد علي الأمين العام معنا قبل الجلسة أنت شخصيا استفسرت نعم من الأخ الله تطلبوا أني سابقا غير مقبولة إطلاقا وإنت شخصيا تعلم تماما بأن صالح الملة ما تفرق معه لأن صالح الملة ما يحضر أصلا شو قال لك؟ خصوصا بالصوت الواحد ما يحضره ما يشرفني أصلا شو قال لك؟ قال لبو محمد إحنا ما دعينا أحد نهائيا بسبب تعليمات السلطات الصحية وموضوع التباعد وهي لا هذا كلام هن وإذا تذكر حتى نحن في جلسة سمو الأمير وتنصيب للأهد وإلى آخرين ما دعيناكم بسبب نفس لذات السلطات فأنا يعني ما يعني إذا المسألة المسألة المدعي ناحية فأنتجاوز عن هذا الأمر لأنها مسألة قتلة مسألة مسألة وتقدير أنا وغيري ما نحضر حتى أحد النواب السابقين اللي كلمني قلت لأ أنت عمي مثلي ما تحضر فقال لا هي المسألة وستحضر من أدن هي مسألة التقديل لذلك فوجئت أنا حق بشت الجلسة فوق جمهور كرة تحت دعوات للمقربين طيب محمد تحديدا فيما يخص موضوع الجلسة الافتتاحية لك تغريدة كانت تاريخ 11 ديسمبر البعض اعتبرها أن صالح الملة استعجل في كتابة هذه التغريدة يوم اللي كتبت مبروك الرئيس بدر الحميدي وفرصة أخرى أخي العزيز النائب عزوظ الغانم استعجلت يعني بعد الأحداث الأخيرة أعتقد وقتها لا لا وقتها أنا أعرف شكاعد أقول وما كل ما يعرف يقال أعرف بالضبط أنا شكاعد أقول ولذلك أنا معلقت على موضوع الرئاسة منذ أن أعلن بدر الحميدي نية أخوذ السباق أنت لما كتبتها تغريدة كتبتها وأنت عندك معلومة طبعا مش تحليل طبعا لا متحليل متحليل واللي يعتقد بأني كنت أراهن على اعتماسك كتلة الأربعين نائب فهو واهم أنا أعرف النواب أكثر منكم بعضهم كذوب وإنصدق من اللي حضروا مو من اللي حضروا بشكل عام يعني بشكل عام ما عاول حط نسبة خطأ نسبة خطأ كبيرة بس كان الديل والاتفاق اللي تم والقرار اللي اتخذ بأن الحكومة ستقسم أصواتها وبنفس الحسبة اللي صارت لو الحكومة مقسم كان قلنا بن مبروك بدر الحميدي بعد يوم اللي معه السبت كان هدو من الأحد بدأت تردني معلومات ما هيزينة ما هيزينة بالنسبة للموقف الحكومي أنا مو ضد مرزوق وإن كنت يعني أرغب بتغيير الرئاسة وإعلنتها يعني رسمي ولا أرغب باستمرار الأخ مرزوق الغانم الرئيس طبعا ماكو شيء شخصي بسبب أداعي لكن ما قلت لك ببداية لقاءنا إنه هذي مشكلات السلطة ما تقرأ وانقرأت ما تفهم الشارع الكويتي من خلال مخرجات الانتخابات أرسل رسالة غضب تعني يفترض على الحكومة أن تقرأها وتفهمها وتكون محايدة شلون محايدة تقسم أصواتها وصارت من قبل وصارت من قبل في انتخابات 2012 المبطل الأول بين العام أحمد السعدون والأخل الشبيل بالترل عام محمد الصقر قال الحكومة لم تنحاز لأحمد الصقر على حساب أحمد السعدون ولا العكس لأنها قرأت الرسالة في ذاك الوقت وهذه نادرة بما تقرأ وتفهم ذاك الوقت ظاهرة كاربت وتفهمت هذه المرة يا ما قرأت يا قرأت ما فهمت أو ما تبي أو تبتب تحدى تستفز الناس ما أعلم لكن اللي صار بالفعل تحدي واستفزاز بصتي مو مرزوق وبدر الحمدي وكتبتها بتغريدة أخرى أنا بالنسبة لي قضية الرئاسة مو أولوية أصلا الأولويات واضحة أصلاح سياسي اللي هو مدخل كل أصلاح قوانين الجرائب الإلكترونية المعيبة منضوع القانون المحكمة الإدارية موضوع المصالح الوطنية القضايا هذه تعتبرها أولويات هذه الأولويات طبعا وأقلت لك أولوية الأولويات وعلى رأس كل الأولويات هي الإصلاح السياسي لأنه ممكن أنت تصلح تعليمك وإقتصادك وقطاعك كله إلا عندما يقول هذه المطالبات كانت موجودة أبو محمد بس ما كان صوتها عالي صحيح بقدر المطالب تعرف ليش والتركيز على جزئية رأسة المجلس تعرف ليش المشكلة حتى في السابق لما كنا نحجي عن مسألة الإصلاح السياسي وأحميتها كان البعض يعني ينظر إلى الأمر وكأنه أمر ترفي محويد شوارعنا مكسرة تقول لي إصلاح سياسي ما بسبب البيئة السياسية الفاسدة شوارعك تكسرت تعليمنا متأخر تقول لي إصلاح سياسي ما هو بسبب البيئة السياسية الفاسدة تعليمك تأخر بعد ما كنت في المقدمة تشوف مستشفياتنا فراشمان يلاقي أنا حك زوجتي ولا أمي ولا أخوي ولا أبوي لأنها ما عندنا مستشفيات جديدة ولا عندنا وتقوم مستوهد تطبيب عندنا سيء ما لأن بيئتك السياسية فاسدة تراجع عندك حتى مستوى الخدمات الصحية كله مرتبط بالبيئة السياسية لأنها من تراقة وهي من تشرع فأنت تعتبر هذه كانت يفترض تكون أولى أولويات بس هذا ما صار طبعا ما صار وإلى الآن طيب مجموعة من النواب طلعوا قبل الجلسة الفتاحية وأعلنوا عدم تعاونهم السياسي مع الحكومة في حال الحكومة وقفت ضد ضد الإرادة الشعبية المتمثلة باختيار رئيس مجلس الأمة هذا التهديد طبعا ما صار شي حتى التهديد هذا كان فيه محلة محلة ونص أنا أصلا تشكيل الحكومة إحنا ليش نقول أنه هذا تصعيد وصدام وسلوك تخيل على تقاليدنا أول حكومة تشكلت بتاريخ الكويت مجلس 63 ما خلاها تقسم المجلس الأول لا أول حكومة أول أو ثاني حكومة لا أذكر لن أجب أن استرجع المعلومة لنرى لكن المجلس الأول مجلس 63 ما خلاها تقسم حكومة التجار وصل الأمر إلى الشيخ عبدالله السلام رحمة الله وكل اعتقد بأن الشيخ عبدالله السلام يبطل ما يبدو مرات أولها فقال عبدالله السلام بحل المجلس ويمكن بعد ما يرد تسوي انتخابات وكذا لكن الشيخ عبدالله السلام كان حكيم جدا كالعادة وعنده بعض نظر أقال الحكومة تشكلها كان اعتراض النواب وش كان يصير ان كلما الحكومة تقسم النواب ينسحبون وين مشكلتكم يا أخوان قالوا مشكلتنا بأن هناك أكو تحفظ على الجموعة من الوزراء يمارسون التجارة وهم وزراء مجوز فأنت قاعدت تحضر لهذا المثل اللي صار في 63 مواقف شيخ عبدالله السالم بس كان يستند إلى ثبات النواب في قضية التهديف لا أنا قادم في مسألة الانسحام لا أنا قاعد أقول أن هذا كلامي رد على من يقول بأن هذا تأسير واستعجال وسلوك دخيل سلوك دخيل على ممارستنا الديمقراطية لا مو صحيح احنا من بدأنا الممارسة الديمقراطية هذا السلوك كان موجود في المجلس الأول برايك ليش ما تكرر ليش ما صار الحين بما نصار فيه مواقف معلنة مسبقة لا لا حين هذا نحن قاعد تكلم الكارثة بالنسبالي مو نتيجة انتخابات الرئاسة وموقف الحكومة لا بدأ تعرف ليش لا وتوقع والحكومة بكل أسف بآخر 48 ساعة تغير قرارها ونادر وزارة بالليل وأنا عدري ما قاعد أقول وقال لهم خلاص اتخذ قرار بالتصويت والالتزام من الأخمر سلوك وتحملوا لهم قرارهم شعبيا الكارثة هي نتيجة حسن جوهر أشهر الكارثة فيها طبع أي حكومة تبتقنعني بإصلاح وهي تحجب الصوت عن الدكتور حسن جوم احترامي للمرشح الآخر وتعطي المرشح الآخر اللي شارك في فرعية لكل نشمها خالف قانون يبقى أنت تأيد الفرعية ضدها حقك بس طالما هي قانون هي مجرمة وهذه الحكومة برئيسها الشيخ صباح الخالي اللي أذتني ليل نهر وعلتنا بسالفة تطبيق القانون وأسيادة القانون وأضو آخر أيضا في مكتب المجلس أيضا سأشارك بفرعيات وخير يعني عمور أخرى التشكيل الحكومي وظهرت للعيان وشافوها الناس ما عندي مشكلة أنا أنا ما عندي مشكلة مع نائب الرئيس ولا مع الأمين السر ولا مع المقرر أبدا والنائم مستنئة ذيوم أنا أتكلم الحكومة اللي أفعالها تناقض أقوالها تماما هنا لما أنت قاعد تشوف الحكومة طبعا ليس أنت يا صاحل ولا أقصد عن الدواب اللي يرفعون رأية الأصلاح من الداخل ننجح على كلام اللي قلناه في البداية لما تشوفون هذه الرسائل ونأخذ التصريحات اللي كانت قبل الجلسة الإفتاحية قضية عدم التعاون السياسي شنو كان المفترض أن يساوونه هل كان مفترض أن ينسحبون هل يكملون أنت بحكم مراقبتك أهو شو اللي كان يفترض أن يساوونه أن يساوه لا أجل المجلس يستكمل باقي المناصب بعد انتخابات الرئاسة أن يساوه أفقد الجلسة نصابها أدري بعض المشاهدي من الآن يقولون يا أبو محمد لاحي مؤزم لا يا جماعة ما تنحل مشاكلنا بالتراضي مع طرف أصلا ما عند نية إصلاحي ويرسل رسائل فيها تحدي واستفزاز مو للنواب لكم للناس أنتوا ما قصرتوا طلعتوا بالمطر وطلعتوا في ظل أزمة صحية وأزمة خطيلة مثل كورونا وارتفعت النسبة وأصبحت قياسية حتى على من الانتخابات 2016 اللي كانت قياسية أصلا وغيرتوا بالوجوه وإن كانت نسبة تغيير ترى نفس 2016 يعني كانت 60% هذه 62% لكن نسبة كبيرة جدا تعتبر ومع ذلك ردت الحكومة عليكم برسائل استفزازية فيها تحدي صارخ شلو أنتوا أن الناس تتعامل مع هذه الحكومة شلو أنتوا 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 أنا أعتقد الآن معيار يعني التعامل مع الحكومة يختلف خلصنا الآن خبت رأس انتهت شلو المعيار الآن اتفاق على الأولويات وإطراء رهابي أسرع وقت ممكن تتعامل الحكومة أهلا سهلا تتقول لي لازم يتفقون على الأولويات لا ملازم هم متفقين يفترض هذا المعلم معلم إذا هم يعني كثير من النواب في الكتلة الأكبر ما هم اختلفوا داخل اللجان في مسألة توزيع مناصب هاي مصيبة أنت شنونت بهم يتفقون على مسألة الأولويات أو هل تعول على أنهم راح يتفقون على الأولويات يعني أنا يمكن تعول على أنت أكيد تابعت اللجان أنا مستابعت أنا على تغاصل مع عدد من النواب تغير وهم صادقين وملتزمين بأولوياتهم فبالتالي على الحكومة أنت اسمع تستجيب الحكومة تقول لك إذا أنتم موم التفقين أنتم الكتلة الأكبر أنتم بينناتكم موم التفقين أنتم داشين جلسة اللجان ما كنتوا بالتفقين فيما بينكم وعزيز ما فيه كتلة من قال فيه كتلة ونقال وعدين حتى ينجح العمل البررماني يفترض أن يكون هناك مجموعة من الكتل يعني يصير فعلا عمل الكتل عمل محترف وعمل جماعي مسألة تتيمع لعشرين ثلاثين أربيعين ناء كتلة واحدة أمرك ما رح تتفق على قضية الأسهل أن تكون هناك كتل صغيرة ستة خمسة أربعة وتتفاهم فيما بينها نفس ما كان في مجالسنا رح يصير في هالمجلس لأنها كتلة واحدة التي تم الإعلان تقريبا ما أعلنه ولكن موجودة الكتلة دكتور حسين وابدر للمضاف مهن المضاف مهند الساير بدر المولة حمد روح الدين مجموعة هذه شفنا صورة ظهرت يمكن هذه نوعات كتلة بعد جمعة الإخوان بدر داهوم محمد لمطير وسامم ناور يمكن هذه كتلة ما أعلم حقيقة إلى الآن لا يوجد شيء رسمي قلت لك صعب أنك تكون كتل وتستمر وتتماسك في ظل العمل الفردي للصوت الواحد صعب حتى في 2016 كانت في محاولات بشكل سريع من الذي تحمل مسؤولية جلسة اللجان أنا برجع بعشوية على موضوع الجلسة الافتتاحية لأنها بيتوقف أيضا عن موضوع مهم لكن بما أن نحن نتكلم عن موضوع جلسة من الذي تحمل مسؤولية الحكومة تتحمل المسؤولية اللجان لا نعتقد النواب الحكومة خاسرية منها أصلا يعني ما أعتقد الشعب الكويت سليدي بايت نحن نلوم النواب إنه شنو واللوم في شنو يعني أعتقد بأن لم يكن هناك تنسيق كافي وإذا كان في تنسيق وإننا ما نعلم عنه فلم يتم التزام فيه أنت حسب معلوماتك كان فيه تنسيق أي في بعض اللجان وما لا تزام ولا تقول يعليجنا ما الذي حدث ما رح تقول لي لا أقول لك أقول لك لا لا بالفعل يعني النواب يعني مرة يعني يعني تفقنا ونروح ونبي فلان رئيس وفلان مقرر أقوبا ينجحون يعني يعني صير فيه لا أحانع برئيس يعني 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 هذه مصيبتنا هذه الحقيقة المرة موهني الحكومة لأمين تشوف هذا المنظر النواب ما بينهم وهم مو بالتفقين هذه لعبتها هل أنت تعتقد السلطة حلمت بالليل وحطت الصوت الواحد لا هذا مخطط لا هي فكرة الصوت الواحد هذه صير الصراع بينهم هي الفكرة مو بس ترى أحد الأحداث ومو الأساسية هي التحكم بالمخرجات الهدف الأساسي هو تفتيت الكتل البرلمانية داخل البرلمان حتى تعرف أتعامل مع النوام فرادة بشيمة ولا بجيمة استخدم سياسة العصى والجزر بس كتل ما عرف أتعامل معهم فعلا إحنا لما كنا كتل في البرلمان حلا ما تقدر الحكومة حتى لو فينا واحد إحنا خمسة ستابع يستحي ينكشف خلاص كتلة تأخذت موقف وتتفق كتلتين على قضية غالبا تمشي كتلتين كان عندنا أرواع كتل كتلتين تجتمع 11 صوت يأتي القريبين من هالكتلة واتيك كتلة بأخر وتتفق معك انتهينا قدمنا استجواب لرئيس الحكومة أسمية باستجواب الكتل الاستجواب الحريات التي تشرفت في كتلتي ومع الأخ مسلم براك ومسلم قدمنا استجواب لأن من ثلاث كتل كادت الحكومة أن تسقط فرقة صوتين لأول مرة يقدم كتاب قدم تعاون ويتم التصويت عليه ويبنى 22 صوت واحد ممتنئ فهذه كانت في المجلس الذي كنت فيه أحد عناصر القوة التي فيه قضية تشكيل الكتل أحد عناصر الضعف التي حتى الآن موجودة في مجلس 2020 معدم وجود كتل نرجع بشكل سريع إلى الجلسة الافتتاحية واحدة من المظاهر أيضا تكلمنا على أكثر من جزئة لكن واحدة من الأمور التي صارت تبعات الجلسة الافتتاحية قضية النواب الذين صوروا فيديو أو الذين طلعوا صورة هذه من المظاهر الغريبة التأكيد على أنهم صوتوا للسيد بدر خاطئ جدا خاطئ وأنا لمت كثير من النواب راح يشاهدون اللقاء ويعرفون أني ألمتهم لأنهم كانوا مضطرين لأنه صار من نوع من الإجبار إذا أنت ما صدرت معناته أنت خاين للمجموعة والاتفاق ما يجوز هذا الكلم أول لأن أنا أمثل أمام مثلك مع كامل احترام يتغذير لك من أنت حتى أثبت لك أنا أني أنا خونت وعطيت فلان أو ما أعطيت فلان وهذه أصلا في هيساء لي أنا كنائب لأنك قاعد تقول لي أنت خائن إلى أن تثبت العكس أنا أثبت أن أنا بالفعل صوتي راح لكل من يشكك أو يريد أن يصطر هي بكل تأكيد فادت وائد ناس لأن في بعضهم بكل أسر أقولها يعني تم التشكيك مواقفهم وهذه لأنا بدون صورة أثق فيهم صور أو لا صور فأنا أقول ربما ضارت النافع الحمد لله أنا مصور لأن لو لم يصور كان لن يشك وكان في البداية رافض يظهر الصورة كثير منهم من نفس المبدأ الذي أنا أحكي المبدأ أنت مدستوري قانوني 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 ما يقول قانون اللائحة لا يجوز هذا يعني يخذش العلنية لم ينتهكها يعني المادة 35 واضحانة لا أتفق مع رائل التي تقول لا المادة 35 مرتبطة فقط بانتخابة أكتب المجلس طيب ومن هو أعضاء مكتب المجلس المادة 32 تشرح وتفصل من هم أعضاء مكتب المجلس صار جدا وائد ابرو الجلس على صرفة العلنية وقدمه طلب على مدوء العلنية هي المسألة مع كامل احترام تغذير لكل الآراء المسألة بالنسبة لي على الأقل رأيها قد يكون خاطئ واضحة جدا لا تحتاج اجتهاد أنه الاقتراء سري من منصب الرئيس إلى آخر منصب في مكتب المجلس لأن حسمت المادة 35 البعض يتحجج بمواد أخرى المواد الأخرى لم تحسم للسرية ولا العلنية مفهوم واضح لكن لو لم تكن المادة 35 موجودة لاتفقنا بأن طالما السرية لم يمذكورة والعلنية لم يمذكورة فالأصل في الأمور الإباحة التوسع نذهب لنذهب بس إذا المادة 35 حسمت الجدل اتخابات مناصب مكتب المجلس تجرى بالتتالي سنرى منه مكتب المجلس الروح المادة 32 على ما أذكر مادة 32 عضاء مكتب المجلس الرئيس نائب الرئيس أمين السبع المقرر ورئيس اللجنة طبعا التشريعية والمالية طيب فأنت تشوف الموضوع أصلا واضح محسوم ما كان يحتاج أصلا للجدل الإصاب محسوم ولذلك قاعد أقول لك غير أن أنا يعني ما أشوف الفعل يعني يليق بمكانة النائب أن يصور حتى يثبت من عطل أنه هناك بخالثة للقانون الذي أنت أقسمت قبل نص ساعة عليها أحترامة يعني أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا عن الوطن للعبير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة من قوانين الدولة قانون لا أحد أخلي والذي بالمادة 35 يقول الاقتراع سري وهذه الأساليب الملتوية والذي يزور والذي يحضر الصحين هذا فتح الباب يعني أنت نائب مؤتمن على أموال الناس وعلى مصالحها وعلى القانون فبدايتك مزور ترى هذه كلها صارت لنا كنت أصوير خلى خلى هو ذمتها والناس بتحاسبة لا لا لن يكشف من اللي عطى فلان ومن اللي عطى فلان طيب إذا أنت بتكشفها وشاك فيه لانتخابات الرئاسة لماذا أعطيتها بالأساس يفترض اللي عطيته ما تشك فيه إطلاقا حدي يعني يفترض هذه القاعدة هصوت مو موضوع سهل وكالة ما هي موضوع سهل لا أقصد كانوا متفقين بدليل مرتاني توزيع الباركود معنات الكل كان داش الجلسة وعند الباركود بعد أقول لك هم متفقين مع كامل احترامي لهم ولاتفاقهم أنا شخصيا أشوف كل اللي صار غلط ومو أنا ترى كثير من النواب القريبين من اللي موجدين في الكتلة تناقشوا معي في الموضوع ومقتنعين بما أنا مقتنع به لكن هم يعانون الأمرين لما يريدون يكونون هم أيضا ضحية ويشعر بالغبن والظلم إنه بالفعل يلتزم بس لأنه ما أصور تحسب عليه طبعا وهذا الضغط أنا أعتقد فيه شي غلط طيب شل حلبه محمد لن أعدل الله عشان نطلع من هذه القصة يجب أنا هذا الكلام قاعدنا من كنت أعطو قدمت بعض المقترحات وإذا الله كتب في المستقبل لا الحين بدأت تطلع أغلاط جديدة موجودة في قانونة إذا الله كتب في المستقبل إذا نزلت الانتخاب إذا الله كتب بالتأكيد يجب أن إذا ما تبنى أحد أن تبني لنا لائحة من أخطر القوانين أنا أعتقد من أهم القوانين على مستوى التشريع في الكويت بعد قانون توارث الإمارة لا أحد داخل بي بما نحن قلنا طيب نطار المستقبل أنا وصلت إياك إلى إلى الختام أبو محمد أبي استعرض بس هذه التغريدة التي أنت ذكرت فيها ولو ياتي كمواطن أتكلم عن نفسك طبعا إصلاح سياسي بتفاصيلها إصلاح اقتصادي تنويع مصادر الدخل والكف عن استنزاف موارد البلد مصروفات عبثية وتعيين إدارة كفأة إصلاح اجتماعي عودة المهجرين والعفو عن كل البدانين بقضايا الرأي وحل معضلة البدون الإنسانية حلا نهائيا عادلا إصلاح النظام الانتخابي بحكم علاقتك مع مجموعة من النواب في المجلس الحالي أكو توافق على هذه القضايا حاليا وسترى النور؟ معظمها إن شاء الله لا يعني أنا عندما أتفائل أتفائل بالنواب لكني لست متفائلا من نوايا السلطة وعرادتها حتى في الإصلاح وفي إقرار هذه القوانين أعتقد هي القوانين راح تحللنا مشاكل وعي وإنت تقرأ أنا قلت فعلا أنا شوان اختزلتها بتغريدة وهي 140 هارف بالفعل يعني هذه يعني اللي إنتقريتها في تغريدتي هذه القوانين معظم من يشاهدنا نعتقد يتفط مع جزء كبير منها وليس بضرورة كلها يعني يمكن يقول لا أنا مو أولويتي مثلا العفو أو المصارح الوطنيين بس البعض يقول لا الله أنا مال علاقة موضوع البدون بس البقية أولويتي موضوع الإصلاح الاقتصادي يا جماعة والله يا جماعة وضعنا خطر والله خطر إحنا أنت قاعد تقول لي واقع مو قاعد خرع الناس واقع ولا لازم أخرعهم عشان يشعرون لأن البعض قص عليهم لا يقصون عليكم الحكومة وضعنا زين لا وضعنا مو زين لأن الحكومة سيئة حكومة كورم خلبص حكومة متمسكها ميزانية بقالم وميزانية بلد أنتبه يا ناس نعم اقتصادنا قوي اقتصادنا متين لكن وضعنا المال مو زين والمشكلة في الإدارة والمشكلة في الإدارة والضبط إدارتنا المالية مو زينة هذا واقع من احتياطي عام قبل سنوات قليلة فيه مئة مليار ها؟ مئة ملعد مئة مليار اليوم يصفر متليك ما فيه تبديد ومستنزاف للمالية العامة بشكل مخيف جنوني جنوني وتحت نظر وبصر مجلس الصوت الواحد نتذكر مرة حاجة إلى الموضوع هذا مجلس الصوت احنا الآن مكسورة وتبرد ما عندنا بيزات بس عندهم يسحبون من الاحتياط العام عشان يشترون طائرات يورفايتر واخرتها طلعت اليورفايتر وفضائحها والعمولات والقصص وهذا اللي اكشفها الله يرحمه الشيخ ناصر صباح الحمد وين الرقابة الشعبية مفي مو بس من نواب حتى انا ما شفت تفاعل حتى على مستوى يعني تفاعل كبير على مستوى وسائل التواصل من الناس احنا بنحل مشاكل الناس المالية ايه؟ مسألة مثلا القروض يجب ان تعالج نعم لكن عالج وضع البلد عشان تقدر تحل مشاكلك وضع البلد المالي موزي بسبب سوء الإدارة نحكو فهمية وهذا كلها ترد انت الخطوة الاولى الاصلاح السياسي وإلزام الحكومة حتى يعني اصلاح السياسي طيب من الوقت نحكي قلت لك اللقاء سابق معاك قديم جدا من سنوات قلت لك انا كنت قايل عودتي مشروطة بتعديل النظام لكن انا حملت نفسي باخر هو سأحمل برنامج تعديلات تشريعية ودستورية سبب مصائبنا بالكويت تعداد دشتورية معنات دشتورنا الحالي انا كنت بي اختم وقلت السؤال الاخير مثل انت قلت لانت نقطة جدا مهمة دشتورنا الحالي يحتاج لتعديل بالتأكيد يعني اولا هو ليس قرآن منازل حتى نقول لعنا والله ما يعني ويصلح لكل زمان وكلام صحيح يصلح لعام ستين وحتى ستين وحتى ستين وحتى ستين وحتى السبعين ما يصلح حق عشرين وعشرين احنا مو الباب الله يرد عليك محمد يقول انت بتفتح هذا الباب احنا قبل كان الا الدستور والناس قالت لا 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 الا الدستور فهمت بشكل خاطئ نعم وانا ليحنا نقول الا الدستور تعرف هي ليش اطلقت الا الدستور لانه كان هناك تعديلات دستورية غير دستورية اصلا شلون غير دستورية؟ الدستور يشترط في حال تعديله نحو مزيد من الحريات ما تدرى بعمل تنجاز واي تعديل يكون لمزيد من ضمانات الحرية تعديلات اللي كانت مطروحة فيها مساس بالحريات وتقليص للمشاركة الشعبية ومساحة الحرية ولذلك قلنا لا لا الدستور هناك ضابط تبع يتعدل عدل ماكو مشكلة بالعكس فتبت الدستور ومن وضعوه كان عندهم بعض نظر اعطوك اجازة بان تعيد النظر بعد خمس سنوات السنوات الاخيرة محمد محد رفع راية المطالبة باصلاحات دستورية نحو مزيد من الحريات احنا نرفع الان لا الاسلاميين رفعوها من قبل ويكونوا يعدلوا المادة الثانية من الثمانينات ايه طبعا بس هذي انت ما تراها ان هذي نحو مزيد من الحريات لا لا طبعا انا اقولك الان صالح الملة واعتقد فيه كثيرين كثيرين مثل صالح الملة ويمكن قبلي اعلنوها بس ما صارت لهم فرصة امام الاعلان يقولنا الان نحمل الراية وخليصير احنا ما عندنا آلية الاستفتاء في الدستور الكويتي ما فيه دساتير فيها آلية استفتاء شعبي احنا ما عندنا لكن خليصير استفتاء شعبي غير مباشر من سيخوض الانتخابات ويحمل على عاتقه مقترحات لتعديلات دستورية ولا تكون هذه التعديلات لايفهم اننا احنا البني بتعديلات في البداية ما ممكن ان نستفز يعني السلطة ونستفزة لذلك تكون تعديلات مستفزة ستكون تعديلات من أجل الخلق بيئة سياسية مستقرة في الكويتي لأن هذه مشكلتنا الأساسية على سبيل المثال ما يستجديني حكومة ما تاخذ ثقة مجلس وتشتغل معها بعدين تلومون النواب لماذا تجوبه الوزراء أو رئيس الوزراء طيب مفروض علينا ما أعطيناها ثقة أصلا الزام توضيح موضوع برنامج عامل الحكومة صحيح أن تقول فور تشكيلها لا أحدد له مدة فور تشكيلها يقول لك شهر بعض يقول شهرين بعض يقول سبوعين بعض يقول سنة والفعل هذا اللي كان يصير بلقاءات سابقة أنا كنت أرفض الميزانيات لأنه لا يوجد برنامج على ميزانية بالمليارات وأنت ما أعطيتني برنامج عاملية أنا عشان لا أتشع في هذا الموضوع أكثر أنت تؤكد على جزئية أنه حان الوقت لتعديلات دستورية تؤكد على المادة الرابعة وتؤكد على جزئية حريات أنه مزيد من الحريات وأن يجب أن لا نستفز السلطة في مسألة التعديلات الدستورية وأن نتدرج نتدرج في مسألة التعديلات الدستورية يعني إحنا إنجاز جداً مو بس أقراره يعني أنا الآن طموحي أن يتحول هذا الحوار اللي بينه بينك حوار في الدواوين وفي صلاة المنازل بين الأساب ليش تتخوف نحشي عن تعديل الدستور ليش نتخوف نتخوف لأن البعض بالسنوات الأخيرة يصور كل من يطرح هذا الموضوع بأنه يريد الانقلال عنظام الحكوم أو يريد سلب صراحيات الأمير لا مو صحيح هذا الكلام مو صحيح من يريد تعديل الدستور هو من يريد للبلد أن تتطور من يريد استقرار سياسي لهذه البلد اللي مركدت صار لها الآن عقدين من الزمن عقدين من الزمن مجلس ما أكمل لذلك أنا يعني موضوعنا اليوم قلت لك أكبر موضوع صوت واحد صوت الواحد تصويته بالبطاقة المدنية إنشاء مفوضية وهي علية الانتخابات هذه نافذة تدخل من خلالها على عملية إصلاح سياسي أشمل وأكبر وبوابتها في تعديلات دستورية وتشريعية قانونية قبل شوية بعشرين ثانية المجلس عشرين عشرين بتوقعاتك وقراءتك السياسية للواقع سيكمل مدتها دستورية لا من حظكم أنت والأعلام لا أنا سيكمل رزقك رزقك طاعة أرغبنا تعالقونها والله سيكمل المؤشرات أتمنى بحقيقة سراحة لأن مليني والناس ملت أنا أتمنى أن يكمل لأن أنا أعتقد المهمة الملقاة على عاتق هذا المجلس وبعض الشخصيات المحترمة التي نتق فيها موجودة مهمة كبيرة وما ممكن أن تنجز إلا بوجودهم هم موجودين تتمنى أن يكمل لكن حسب قراءتك للواقع ما رح يكمل نائب السابق صالح الملك كل شكر لك شكرا لكم أخمار أتمنى لك التوفيق في برنامجك الجديد وشاكل لمؤسسة القبس الإعلانية هذه الاستضافة وهذه الدعوة شرفتها شرفتنا محمد شكر موصول لكم وشان كرام وعدي أتجدد معاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من حوار القبس لذلك حين تقبلوا تحياتي وفي أمان الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة